ترجمة نانسي قنقر لبيك الله عهما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى المشاعر المقدسة مهبط الوحي ومهو الأفئدة وميدان الرسالة المحمدية الشريفة تتعطش قلوب المسلمين إلى أداء الركن الخامس من أركان الإسلام حيث تشهد المشاعر المقدسة في هذه الأيام المباركة كثافة كبيرة من الحجيج الذين يحرصون على أداء رحلتهم الإيمانية وفي مقابل هذه الأفواج الكبيرة يقدم رجال الأمن السعودي صورا من صور التضحية والعطاء الإنساني في تنظيم وإدارة الحشود حفاظا على أمنها وسلامتها ويضرب أفراد الأمن بأدائهم أروع الأمثلة في تقديم يد العون والمساعدة لزوار بيت الله الحرام ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على إتمام شعائرهم دون تعب أو نصب فيحنون على الصغير ويمدون يد العون للجميع بكل رحابة صدر كما يستخدم رجال الأمن مكبرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه الحجاج إلى طرق ومسارات أقل سجحاما ولتيسير حركة الحشود بل ويخففون من حرارة الطقس في المشاعر المقدسة برش رذاذ الماء البارد على ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين إلى وجهاتهم ويبدي رجال الأمن سعادتهم البالغة بتقديم العون والمساعدة فكل المشاق تهون وكل التعب يزول بمجرد سماع الحجاج وهم يدعون بالخير والازدهار للمملكة العربية السعودية لقاء ما تبذله من جهد في رعايتهم والسهر على راحتهم وسلامتهم